بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنوارين. اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ازاي تربي كلبك. حبيت اواريكم حاجة طبية بالنسبة للكلاب. جولي سيت. الحلقة اللي صورنا فيها ماكس وجولي لما كانت الدنيا بتشتي. واحد الدنيا تعليق قال لي ان الودن الشمال عند جولي محتاجة دعامة. لأ الموضوع مش دعامة. شايفين ودنها الشمال عاملة ازاي? ودنها الشمال اللي هي اللي هي على يمنا. شايفين جاي على جنب ازاي? ده يا جماعة مش موضوع دعامة. طب ده ايه? شايفين الودن جاي على جنب كتير ازاي? اقربها لكم. شايفين المنظر? دي مش دعامة. لأ جولي ودنها وقفة. جولي مشكلتها في الودن اليمين. اه فيها كسرة في العصب. لكن الودن دي سليمة شايفين عاملة ازاي? طب ده ايه? ده يا جماعة التهاب في الازن الداخلية. هتلاقي حضرتك لو بصيت في الازن من جوه هتلاقيها كلها حمرة من جوه. تمام? وايه كمان? هتلاقي حضرتك شمع كتير في الودن. بس مش الشمع بقى اللي لونه اصفر اللي هو بتاع الازن العادي. شايفين هي بتهزها ازاي? وهتلاقي الكلبة بتهرش فيها كتير. وهتلاقيها وهي ماشية مميلة راسها نحية اليمين او نحية الشمال. راسها مش متزنة. تمام? اه الشمع اللي لجوه بيبقى سود. طب السواد ده ايه? لا ده مش الشمع يا جماعة. ده نوع من حشرة العتة. ما بتتشافش بالعين المجردة. هتلاقيها عامل زي الشمع. ولكنه مش الشمع ومش لون الشمع بيبقى لونه اسود. دي حشرة العتة ما بتتشافش بالعين المجردة بتتشاف بالمايكروسكوب بتبان ان هي حشرة. حشرة فعلا يعني. ودي برضو بتؤدي لالتهاب الازن الداخلية. حلولها ايه? حلولها آآ ان حضرتك هتودي كلبك للطبيب اول ما تلاحظ حاجة زي كده ان كلبك بيمشي. راسه ميلة يا يمين يا شمال. هتوديه الدكتور. ياخد عينة من الازن. ويحدد العلاج المناسب. تأكد حضرتك بعد ما تحمي كلبك. نشف ودنه كويس. نضافها كويس من الشمع اللي بيبقى جواها. باااا بقطنة او قماشة فيها محلول ملحة خمسة في المية. ما تنقطش جوه على فكرة معلومة غلط يا جماعة ان المية لو داخل جوه ودن الكلب يتموته. لا هي تعمله التهابات بيتموتهوش. وما الكلب بينزل البحر ازاي وبينط من عالي وينزل يختص في المية ويطلع. ما المية بتدخل جواها هي جبله الالتهابات لكن ما تنقطهوش. فدي معلومة غلط كل الناس عايشة عليها. تمام? هتودي كلبك للدكتور ياخد عينة ويحدد العلاج المناسب. كل اللي حضرتك تقدر تعمله عشان تقي كلبك من الموضوع ده. نشف ودنك كويس بعد الاستحمام. نضافها باستمرار بقماشة او قطنة متعصب محلول ملح. ممكن تحط قطرة اسمها توبريكس نقطتين. بس بلاش غير لما تستشير الطبيب ايه الافضل? تحط توبريكس او يوصف لك اطارات تانية والكلام دوت. اه بس حبيت اواريكم الموضوع دوت عشان اللي يلاحظ الكلام دوت على كلبه. تعالي يا جولي. جولي تعالي. عايز اوارها لكم وهي ماشية بتبقى عاملة ازاي? شايفين رأسها بتميل ازاي? جولي تعالي هنا. هي قادة وكانة. على عموم لو لقيت الملاحظات دي على كلبك ياريت وديه لطبيب تكشف عليه. حبيت اواريكم الموضوع ده لان الناس كتير يقول لك هو الكلب عاوج راسه ليه? هو الكلب اميل ودنه ليه? الاخ كالترخيره طبعا ان هو بينصحني بيلفت انتباهي الحاجة. اه اللي قال لي دي عايزة دعامة فدي مش عايزة دعامة زي ما قلنا. اه ده بيبقى التهاب جوه وحشرة العتة اللي بتبقى عاملة زي سائل الشمع بتاع الازن ولكن بيبقى لونه اسود اسود او بني غامق. تمام? اه واشفكوا على خير بازن الله في الحلقة اللي جاي من قناة ازيت ربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.